أعود إلى من يهين من في رداً على هذه الوثيقة على البرلمان الأوروبي التي تخرج فيها 30 أو 20 مادة وكانت قاسية جداً على الجنرالات وعلى الواجهة المدنية قاسية جداً من بين الجرائد التي نصحتهم قليلاً هي جريدة الوطن حتى نكون منصفين أنا دائما أقول لكم هذه جريدة الوطن جريدة ساهمت في تدمير جزائر وشعلت الزيت بناء النار في التسعينات لكن دعونا نكونوا واقعيين في هذه المرة قرأت لهم مقالين أو ثلاثة يعني يحاولون نصحوهم على عكس جريدة الشرور مثلاً جريدة الشرور مثلاً جايبت لهم كلام من بين الكلام اللي جايباته يوريلك خدش علاج جريدة الشرور لأن جريدة الشرور موجهة للشعب الخديمة كما كانوا يسموه فجايبت لهم المنش عارف العربي المجلس العربي ضد تدخل ضد تدخل الأوروبي والأفارقة ما نشعاش كون أفارقة ضد تدخل الأوروبي رحين ينفعوكم لو استمدين انت على المنطقة العربية ولا تعال منطقة الأفريقية وتحسبوا البروبغاندا اللي تمثوها في القناة العار وقناة الشرور وقناة البلاد وقناة الموت وتحسبوا اللي حتنفعكم لنصحهم شوية هي واحدة مثل جارية الوطن لكن من بين الأشياء في الرد انتاحهم وأنا هنا أقرأ الآن من القياس فما يسمى بوزارة الخارجية قال أعطى في بيانهم أنا نقرأ لكم مقطع منه أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يصدر وفق الإجراء يسمى بالمستعجل أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإيساءات والإيهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية أنا راح نضع 36 سطر على كلمة في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية ونتساءل الآن على هذا الموضوع طبعا الرد ما زال طويل لكن اللي يهمني هو هذا المقطع الرد هو هكذا انتفاخ انتفاخ في الفراغ لماذا هذا الانتفاخ في الفراغ لكي يبيعون الشعب أما هم في الحقيقة وفي الواقع يعرفوا بالله هذا اللائحة على البرلمان الأوروبي هي أخطر موقف يتخذ ضدهم من الخارج منذ 92 منذ 92 لم تقل جيهة خارجية باتخاذ موقف معترض ومعارض لهم كما هي هذه اللائحة وطبعا اللي شاف اللايف السابق واللي شاف الحديث أمس معه هنا عبداللي عبدالنور في راديو حراك تحدثت مطولا عن موضوع اللائحة ومضمونة وقلت ابتداننا نحن ضد تدخل خارجي وضد ما يأتي لا من أوروبا ولا من الصين ولا من أمريكا ولا من قطر ولا من الإمارات ولا من تركيا ولا من مصر ولا من فرنسا ولا من أي بلد نحن نريد كجزائري نحل مشاكلنا وحدنا وبالتالي نحن ضد التدخل خارجي تحت أي ظرف كان تحت أي مسوّغ كان بأي مبرر كان في أي زمان أو مكان كان هذا واضح باش يكون الأمور واضحة باش ما يتلاعبوش لأن عندهم الذباب يتلاعبوا يقطع الفيديوات طرينا قبل شهرين طريتي لأن يشتري هذه الساعة حتى لأنهم كانوا يتلاعبوا الفيديوات على الأقل الناس يقدروا يشوفوا لو يتلاعبوا يكون واضح لأن الثواني تظهر في الساعة لكن خلينا نجيب هذه المرة على هذا الجزء ما حدثتكمش عليه من قبل والسؤال إذن قال لك تتلخص محتوىها أي اللائحة الأوروبية في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسسات والدولة الجزائري خلنا نترحب بضعات أسئلة من الذي بالفعل يهين الشعب الجزائري هل لائحة البرلمان الأوروبي التي طالبت العصابة بتطبيق القوانين بما فيها الدستور وبترك الناس يعبرون عن حقهم في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي وبإطلاق صراحة الناس من السجون وبعدم تعذيب الناس وعدم طوريتهم وعدم سجن الصحفيين هل الذين قال لهم هذا الكلام وهذا الكلام المفروض موجود في قوانين الدولة الجزائرية وفي دستاتيرها روحوا قراءوا الدستاتير حول حق الإنسان وحق التظاهر وحق الإضراب كلها موجودة في الدستور أم الذين اخترقوا الدستاتير الجزائرية والدستور الجزائري والقوانين الجزائرية من؟ من الذي يهين الجزائرين؟ هل ليقولكم ما تسجنوش الناس بسبب التعبير عن آراءهم أم ليس جن الناس بسبب التعبير عن آراءهم؟ من هو اللي عارض دستور الجزائري أصلا والقوانين الجزائرية؟ من؟ الجنرالات أم الذين ينهونكم عن ذلك سواء كان البرلمان الأوروبي أو أحرار جزائر أو غيرهم أو أي إنسان منصف في هذه الدنيا الذي يهين الدولة الجزائرية هل هو الذي يقول لكم لا تزوروا الانتخابات ولا تأتون بالرؤسة على الدبابات؟ أم الذي يزور الانتخابات ويأتي بالرؤسة على الدبابات ويطيحهم بهم الدبابات؟ حتى أصبح الشعار غير المرئي أو غير المسموع هو بالدبابة نأتي وبالدبابة نحكم وعلى الدبابة نرحل إلى القبور من الذي يهين شعب الجزائري والدولة الجزائرية؟ هل الذي يهرب ملايير الدولارات كل عام إلى سويسرا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والعمارات والكريب والبحرين ووا ووا وكل أسقاع العالم كندا على سبيل المثال أم الذي يقول لكم كفوا أيديكم عن مال الشعب هذا المال هو خزينة الشعب مال الشعب الخزينة العامة ما الذي يهين شعب الجزائري والدولة الجزائرية؟ هل الذي يقول لكم سواء كان برلمان أوروبي أو غير أوروبي قاسنا حرار البلاد الذين يقول لكم اسمع لا تجوعوا الجيش إن هناك أبنائنا وإخواننا في الجيش يجوعون جنود وصف جنود وصف ضباط وضباط فيهم من يجوع في حين أن كبار الجنرالات لديهم الفيلات والشقق في الداخل وفي الخارج حسابات في الداخل وفي الخارج الشركات أبنائهم ينهبون كل شيء لتركوهما يدها أبنائهم من؟ هل الذي يقول لكم توقفوا عن هذا أم من يفعل هذا؟ من الذي يهين الشعب الجزائري؟ هل الذي يتسبب في هروب آلاف الجزائريين عبر البحر؟ بعضهم يهربوا عبر الأرض بالمناسبة كان يهربوا الموريطانيا إلى مالي إلى بوركينفاسو إلى تشاد إلى جنوب إفريقيا إلى قبل أيام جاءتني رسالة ذكرني أحد الأفاضل أنه كانت تصل بي قبل سنوات وقد هاربوا من الجزائري إلى أندونيسيا ومن أندونيسيا إلى إستراليا تحياتي له ما زال مرضيتش عليه من الذي يهين إذن شعب الجأهل؟ هل الذي يقول لكم توقفوا عن هذه السياسات لأن الشباب يهروا عبر البحر وعبر الأرض وعبر الفيزات المزورة وبعضهم يموت في البحر والذي ما يموت في البحر بعضهم يسجن في إيطاليا في إسبانيا في اليونان في اليونان خاصة ورومانيا وبعض هذه الدول الأوروبا الشرقية فيه مآسي للجزائريين بعض الجزائريين قتلوا من طرف الحرس اليوناني كي يغرقوهم في البحر وقبل سنة أحدثتكم على قصة أحد الذين نجوا بعجوبة من قتل محتم في اليونان من الذي يهين شعب الجزائري هل الذي نعود إلى الجيش من الذي يهين الشعب والجيش والوطن والدولة لفتح الأجواء للفرنسيس والأمريكان لاستعمار مالي اللي غير الدستور باش يولي الجيش الجزائري ميليشيات في يد فرنسا في يد أمريكا أم الذي ينهاكم عن ذلك من الذي يهين الشعب والجيش والوطن والدولة عندما يكون رأس القيادة واحد عمره 75 واحد 77 واحد 87 بن علي بن علي فريق أول عين نفسه فريق أول ما فيش هذا الجراد ما كانش في القانون تعالي 2016 اللي فيه قانون المستخدمين العسكريين روحوا الناس حطوا قانون المستخدمين العسكريين تجد فيه أن الرتب في الجزائر من جندي إلى فريق أو من كابران إلى فريق عريف إلى فريق ما كاش فريق أول لكن بن علي بن علي وبالدبابة دبابة الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي منصبين مهمين جدا يتحكم فيهم فرض نفسه فريق أول كم عمره؟ 87 عام لا يوجد عسكري في العالم عمره 87 عام لا يوجد إذا من الذي يهين الجيش ويهين الشعب ويهين الدولة ويهين الوطن من؟ من الذي يهين الجيش؟ هالذي يقول لكم لا تطردوا الضباط رواد عقداء لليتلون كورونيل عمداء في عمر الأربعينات والخمسينات وتحتفظوا بعمر السبعينات هذا غير معقول جنرالات في عمر السبعينات وما فوق في مناصب ويتحكمون كأرباء في البلاد في حين أن بعض الجنرالات عمداء برتبة عميد خاصة يطرد وهو عمر 55 سنة البعض لا يصل حتى إلى عميد عندما يصل إلى عقيد يشوفوا فيه رجلة شوية وفيه هكذا نوع من الشرف يطردوه وهو عقيد أو وهو رائد أو حتى ما يصرش أحياني لكابيتان من الذي يهين الجيش الجزائري؟ هل الذي يستورد السلاح من الخارج؟ أم الذي يقول لكم لماذا لا نبني أسلحتنا ونصنع أسلحتنا فننشئ المصانع نوظف الناس نختصر المال الذي يهرب ثم عندما نصنع سلاحنا نستطيع نتحكم فيه وليس حينما نشتريه ويستطيع واحد من موسكو أو من برلين أو من واشنطن أو حتى من دبيل أو أبغضابي أن يتحكم فيه ويوقفوه من الذي يهين شعب الجزائري والجيش الجزائري؟ هل الذي يدخل شريك مع الإمارات التي تأخذنا مرسدس وتصبح شريك مع الجيش؟ وتأخذنا مصنع خنشة من الصين تأخذ كلاشينكوف أو سيمينوف وتصبح شريك معنا؟ من الذي يهين الجزائر؟ هل الذي يعطي للإمارات هذه الكيان الشيطاني الذي ساهم في تفكيك المشرق العربي ويريد اليوم تفكيك المغرب الكبير؟ هل الذي يعطيه يتحكم في ميناء الجزائر وفي ميناء جنجن فيطلع على كل ما يدخل للبلاد وما يخرج منها؟ أم ليقولكم لا لا تفعلوا هذا هذا ضد الأمن الوطني من الذي يهين الشعب والجيش والبلد حينما يعجز قدماء الجيش على أن يصرفوا على أسرهم على أن يشروا الدواء مئات الآلاف من قدماء الجيش لا ما يدخلهم لا يكفيهم وبعضهم فقد عينه وبعضهم فقد يده وبعضهم فقد عقله إلى درجة أن بعضهم ينتحر من الذي يهين الجيش وأبناء الجيش؟ اللي يقول لكم على زي التول هم أربع سنوات وهذا لم يكن في العقد أم الذي يزاد أربع سنوات على ناس قضاة 15 سنة وتشعر أنها كانت في الجحيم وزتونه أربع سنوات إلى درجة أن البعض منهم هرب في البوطي لأن ما قدرش يزيدي تحمل ولا أربع أيام فمن بالك أربع سنوات من الذي يهين الجيش عندما لا تدفعون حق الفئات اللي كانت تسمى بالاستبقاء؟ وفرضت عليهم حرب قادرة سميتها الحرب على الإرهاب وهي كانت حرب على الشعب وبعضهم لحد الآن لم يتلقى مال اللي كان لازم أن يعطى له ولا أمور أخرى كانت من حقه ما الذي يهين الجيش؟ هالذي يمنع الجنود وصف الضباط من التداوي في المستشفيات العسكرية خاصة عن نعجة اللي هي مفتوحة لأنسابكم وأسهاركم وأبنائكم وأصحابكم؟ أم الذي يقول لكم لا هذا مستشفى عسكري يجب أن يعطى لكل العسكريين دون عنصرية دون إقصاء من الذي يهين الجيش اللي يقول لكم ما توكلهمش سنك سنك وحيانا ما يجدوهاش والماء تع السيتيرنات وعشرات الألاف من العسكريين اللي مطيشين في الحدود مع ليبيا ومع مالي ومع النيجر ومع المغرب بدون حق وبدون إدارة فعلية إلى درجة البعض منهم ينتحر ما الذي يهين البلاد؟ هل الذي يقوم بإدخال المخدرات؟ أم الذي يمنعكم ويقول لكم لا تفعلوا؟ عينما يقبض على ابن ما يسمى بوزير الإعلام عمار بالحيمر بمئات كيلو جرام أنت مخدرات هل يقول لكم وقلقوا عليه القبض؟ هو يهين البلاد؟ أم الذي أطلق صراحه؟ لأن باباه وزير؟ هل يقول لكم أن عمار بالحيمر بدليل صديقه والزميله علي بن سعد أنه خبارجي عن الفرنسيس وأنه كان يسير فيه جنرال فرنسي أميرال فرنسي في البحرية الفرنسية قليته وزير للإعلام ونطق باسم الحكومة؟ أم لي يقول لكم لا هذا يجب أن لا يكون وزير هذا هو الخبارجي ليس محمد خالد رارني من الذي يهين الشعب الجزائري والدولة الجزائرية والجيش الجزائري؟ هل أبناء الجنرالات اللي مسيطرين على البيع للثكنات والبيع للجيش غذاء وماء وحلوة ولحوم مع تضخيم الفاتورات ثلاث مرات أربع مرات أمن ليقول لكم يجب أن يكون هناك رقابة ويجب أن أبناء الجنرالات لا يتورطون في البيع للثكنات لأن هناك تصادم في المصالح أباءهم مسؤولين وهما شركات بسم أبنائهم وزوجاتهم وأحيانا بناتهم ليقول لكم لا تقوموا بهذا أمن يقوم به من الذي يسيء للجزائر ويهين الجزائريين؟ هل الذي يقمع الإعلام ويسجن الصحفيين ويخذع القنوات لتحت رجله ويجعل القنوات يجيب المجرمين يسيروها مثل صاحب قناة الحياة أو يخلي حنوشة داخل الشرور وداخل النهار وداخل تبيع الكذب للشعب وتنشر الكذب أمن ليقول لكم لا نريد إعلام مستقل إعلام حر إعلام ينقل الحقائق وليس ينشر الأكذيب من الذي يهين الجزائر والشعب الجزائر والدولة الجزائرية؟ هل يقول لكم خلوا القضاء مستقل؟ خلونا من قضاء تليفون لأن قضاء تليفون يؤدي إلى دمار هائل وهناك مظالم كبرى وهناك رشاوي كبرى وهناك فساد كبير داخل قضاء تليفون أم زقماتي؟ ومن معه ليريدون قضاء تليفون؟ فإذا بالبلاد تغرق من الذي يهين الجزائر؟ هل يقول لكم لازم تكون سياستنا الخارجية تدافع عن مصالحنا نحن؟ وليس عن مصالح فرنسا أو الإمارات أو أمريكا أو غيرها؟ من الذي يسيء إلى الشعب الجزائري والبلد الجزائري والدولة الجزائرية؟ هل الذي جعل الجامعات اليوم هي آخر جامعات في العالم؟ جعل التعليم متخلف للغاية؟ جعل المستشفيات لا تصلوا حتى للحيوانات؟ أم من ينهاكم عن ذلك ويقول لكم خلوا المستشفيات يديرها من يعرف إدارة المستشفيات؟ ما هو من يأتي بالكتاف والرشاوي والفساد؟ وكذلك الجامعات؟ وكذلك الثانويات؟ وكذلك مركز تعليم ومركز تكوين في كل مكان؟ ما الذي يهين الجزائر؟ هل يقول لكم أننا قارة وأنه من غير المعقول أن نستولد مليارات الدولارات من المواد الزراعية بينما الشباب بين ملايين عاطل والأراضي بور بالملايين الهكتارات؟ هل يقول لكم استصحوا الأراضي؟ وخدموا الشعب؟ أم الذي ينهب عن طريق الاستيراد؟ ما الذي يهين الجزائر؟ من؟ أستطيع أن أتحدى الساعات وأنا أقول لكم ما الذي يهين الجزائر؟ هل الذين ينهونكم عن الفساد؟ عن المنكر؟ عن النهب؟ عن التدمير؟ عن الرداءة؟ عن التخريب؟ عن الفشل؟ أم الذين يفعلون هذا؟ وكم شد الجنرالات على رأسهم؟ من؟ من الذي قال لكم في أفريل 2019 وواجه القيد صالح وقال له احذر احذر لا تأتين به شخص آخر خلي الشعب يقرر طبق المادة السابعة والثامنة من الدستور أم الذي فرض نفسه وخارج الدستور راح فرض انتخابات 12-12 وجاءنا بشخص فاسد أخلاقياً فاسد مالياً فاسد فكرياً فاسد صحياً وهو الأمر أمامكم الذين ينهونكم عن المنكر ويعمرونكم بالمعروف هم الذين يهونون البلاد ويهونون الجيش ويهونون الشعب ويهونون الدولة ومؤسساتها أم أنتم يا من أفسدتم هذه البلاد؟ من الذي خان الثوار وخان الثور الجزائرية؟ من الذي أصبح لعبة في عيد القوى الكبرى؟ من الذي يفرح بدعم فرنسي؟ تبون الشجاع كما يقول صاحب مكرون؟ من؟ لقد أفسدتم البلاد وأفسدتم العباد وأفسدتم الأخلاق وأفسدتم المجتمع وأفسدتم الاقتصاد وأفسدتم السياسة وأفسدتم التاريخ وعلى بواب أن تحطمون الجغرافية